السلام عليكم سد القصب بولاية المسيلة هذا المشهد قبل تساقط الأمطار شاهد كان جافا عن آخره تقريبا كمية المياه الموجودة فيه كانت قليلة جدا لكن الحمد لله سنشاهد سد القصب بعد تساقط الأمطار شاهد هذا المشهد قبل أن تتساقط الأمطار نسبة المياه كانت قليلة لكن المشهد بعد تساقط الأمطار كان بهذا الشكل في الأيام الماضية ومزلت كميات من المياه تصله إن شاء الله حتى في الأيام القادمة سد الغصب بولاية المسيلة هذا هو المشهد الجديد بعد فيضان الأودية المتجهة نحوه وبعد أمطار غزيرة معتبرة أدت إلى جريان الأودية من جديد الحمد لله على نعمة الغيث